السلام عليكم اول حاجة شوفوا لي القوام ديال القلاس شوفوا لي التعليكة شوفوا لي كيفاش القوام دياله كريمي وخجامد قلاس اروعة اليوم ان شاء الله غدي نشارك معكم الوصفة ديالي ديال القلاس غدي نوريكم مكونات باش كي يخدموا الناس اللي كي بيعوا القلاس على برة او المحلات الكبار اللي هما اختصاصيا في القلاس تتعلموا واحد المكونات ثرية غدي نشاركه معكم ولكن من طبيع الحال انا غدي نخدمي معكم الخدمة ديالتر لانه ما هيخدموا بتوربينا قلاس ولا الصغبي تياغ المهم كي يخدموهما بليماشين انا ما غنخدمش معكم بالليماشين نهائيا يعني غنخدم الخدمة ديالتر وغنشارك معكم الوصفة اللي كنصوبها انا شخصيا واللي راه ما كينش اللي ما كيصولني شنو كندير في القلاس تيالي يجيروا واو اول شيء سوف نصبع الكريمة الانجليزية كريمة انجليزية مع اضافة مكونات سرية المهم سوف نصبع الكريمة الانجليزية لا تخافوا منها تقطع كيمة سوف نحتاج الصدر الحليب 100 كرام سكار سنيدة 50 صفار 1 صفار 1 صفار 4 صفار 4 صفار كيف نقوم بكثير هذه المكونات الكريمة الانجليزية المكونات سريين محلات الكبار هذه المكونات يتخدمونه كيف تكونوا متقنين الهضر اللي كانوا يتخدمون بهم في المحلات الكوبرة الخاصة بالقلاس غير هو كان عندهم طريقة خاصة بهم من طبيعة الحل سنخدمونه خدمة الهضر سنخدمونه 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 محسين المهم عندهم اسماء كثيرة ولكن ما معروف بها سنخدمونه سنخدمونه ولكن لونه مختلف تمند يلو رخيص بساف مثلا هاد الكيميات ستجدونه خمسة درهم ولكن هذا ستجدونه القياس ستجدونه لكي يجدونه لكي يجدونه هو الدور يجعلونه 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 المكوين الثاني هو التخيمولين تتبعونه مستلزمه الحلويات هذا الكميه سأحتاجه معلقة كبيرة نخدمونه بومبون شوكولات نشاركه حتى يجعلونه يجعلون الحشوه كريميه يجعلونه نوع من أنواع السكر نوع من أنواع السكر نوع من أنواع السكر و تتخدم بطريقة معينة يجعلون القوام كريمي الحشوهات ووصفات اخرين اضعه مكونات تجعلون يجعلون 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 ويجعلون كمهما يجعلون كمهما يجعلون ولكن ما أريد أن تكون لديهم ضرر هذا الستابليزاتور يمكن أن نصيب من أشياء البطاطا وهذا تخيمه لأنه يصيب من السكر عادي أول شيء لنصيب الكريمة الإنجليزية سوف نرده يصخن سوف نأخذ دبا الستابليزاتور سوف نهز نصف معلقة صغيرة هو نخدم بالقرامات ولكن سوف تتحاملوا سوف تتحاملوا مشكلة في 3 أو 4 جرام كي نشي مزا لم يقوم برش هذه القرامات سوف نصف معلقة صغيرة فقط وبالنسبة لها التابليزاتور لا نزيده مباشرة على الخالط لأنه يتجمع و يتعلق و يتكور في الخالط ضروري الطريقة سوف نخلطه مع سكر ثانيدة سوف نخلطه مع سكر ثانيدة أو مع صشيات سكر تلفاني حتى يتخلطه جيدا سوف نزيده على المكونات الأخرين سوف نرده مع البلر و لا نفوت فيه نسمع القصغيرة لأنها تكترناها سوف نضيف سوف نضيف سوف نضيف سكر ثانيدة سوف نخلطه بالخلط سوف نضيف سوف نضيف سوف نضيف سوف نضيف سوف نضيف سوف نضيف و أخلطه لأنه يتخلط سوف نضيف سوف نضيف سوف نضيف سوف نضيف كي تحرك لي مزيان لا نجعله يلسق أو لا نجعله يتحرك و حتى لا نجعل الكريمة تقطع الكريمة الإنجليزية لا تريد أن تعمل يعني قبل الغلايا نطفع لها في العادة كي نعرفها وجدت كنا نقوم بحركة الصباح نرسم خط و لا تلقوا لي الخطط يعني راها مازال ما طيبة و لا تلاقوش راها طيبة ولكن نحن نحيد زي المحسنات و زي المختر لقاومتي تبدل الكريمة الإنجليزية هذا على ما نعرفها قبل أن تغلوا يعني غير تحصوا بها تغلوا كتفو عليها البطا و مباشرة كنقلوا على شي حاجاتكم برده نعطيكم واحد الحاجة إلا تقطعت لكم الكريمة الإنجليزية أو لا خطرات ما كان لحاش كنطحنها و نصفيها و كترجع مزيانة بحلة يلا طيبتها ما في هدى شي مشكل هاني شرحتها لكم إلا تقطعت لكم طحنوها و خدمو بها ما كان لحواش هنا سوف نصفيها في الأول كتباليكم واحد شوية خفيفة ولكن هاني سوف ترتاح و تستبيليزها سوف تختار و قوامتها يتبدل هنا سوف ترتع الفيلم على المونطقة من الفوق و سوف ندخلها للتلاجة هو من الأحسن تباتليها كاملة لكي تفعلها مع الكريمة ولكن إلا ما كانش ممكن تخلوها على الأقليل تبرد على خاطر خاطرها و تشد راسها و رغي بليكم شوفوا القوامتها كي تبدل هنا كتبلي مع الكتر كي تبلي القوامتها خاطر و تحسو بها رضي طبها بزع يعني احتى القوامت الكريمة الإنجليزية كيتبتل على كيفية لطيب هاذا كتشي علش غير خليو الكريمة ترتاح فتلاجة مزيان و سوف ندخل المرحلة الموالية هو في المحلات الخاصة بليغلاس فتلاجة مزيان فتلاجة مزيان فتلاجة مزيان نكاهات و منسليمات و حويجات أخرى و تدروها في توربينة غلاس و تصوبه مزيان و تخرجه مع الك و تقلو و تخرجه على شكل غلاس كيف تشوف خيم غلاس و لكن نحن في الدار سوف نشارك معكم طريقة الوصفة و تكتلكم مو مكينش قد تسويني و تستطيع اضافات الاخرى لكي لا تحتاجون لديك من مزيان و لا تحتاجون لديك من مزيان فتلاجة غير طريقة لنعطيك و تجعلوا لديك من مزيان و سوف نحتاج الكريمة الانجليزية نحتاج سالحليب مجفف و حليب بودرة و حليب باكية و حليب و نصف لتر من الكريمة السائلة سواء العبار او العلب بحل بحل اذا ما تريدون العبار اقتصادية تريدون العلب سوف نأخذ اول حاجة سوف نطلعها مع ربع لتر حليب يكون بارد سوف نطلعها بالباتر تقريبا 1-8 دقائق تولي على شكل كريمة غيرها لا تطلع بشكل شانتي كي تكونوا عارفين هذا غلاس يبقى لانه واحدة ورق يكون فيه حويجات يقف 100% يبقى كريمي هذا 1-100 دقائق سوف يكون لديكم موجود المرحلة الاخرى سوف نأخذ بالكريمة السائلة سوف نطلعها بالنسبة لكريمة السائلة لديها جوج صاشية سكرت الفاني اذا لديكم حلوة لا تزيد السكر لديكم السلسة ممكن نزيد واحدة و جمعة ثلاثة ثلاثة مع القبار السكر لانه لدي الكريمة الانجليزية لا تريد ان نبالغ حلوة طلعتها بشرط انكم لا تطلعوها حتى توقف 100% لا تحتاج كريمة قاسحة من بعد سوف نزيد عليها الحليب المجفف صاشية الحليب المجفف والكريمة الانجليزية و خطبة لكم سائلة مع الكرانج سوف نرى القوام لانه هذه المكونات سوف نزيد على حويجات الحليب و منتجات الحليب سوف نخلطه جيد و اخر نزيد هو هذا القلاس سوف نزيد بشوي بشوي لانه هذه الكيميات تبارك الله تخرج كميالية كثيرة و تستطيعوا في هذه المرحلة تخلطوا بالربو ولا تخلطوا يجبكم مشكلة كيف يخلطوا المهم فاش نجي نخلط لا ندير سرعة عالية لانه لا نحافظ على الحجم و لا نحافظ على الحجم الكريمة تقريبا هنا الكريمة هذا هو القوام و تخرج كمية كبيرة بعض المرات نزيد مكونات اخرين ان شاء الله نشاركو معكم من بعد ولكن هذه هي الطريقة التي ندير في الغالي سوف تشربوه المهم انتم ترى القوام من الاول سوف يبليكم انه كريمة يعني يكونوا متقنين سوف يجيكم كريمة ولو يتلج و يجمد مربيش لكم تلج نهائيا سوف نقسم النكهات بالنسبة للغلاس انا قسمته على خمسة و كل جزء سوف نقسمه بشي حاجة سوف نقسم النكهات صناعية ممكن انا هنا اول نكهة سوف نقسم الكراميل الكراميل نيسلي كان عندي في تلاجة اخذت من واحد جمع الكبار كنطربهم مزيان كنزيدهم على هذا القلاس الكراميل نيسلي ممكن ولكن إذا كنتم تعملون بالنكهات عفاكم لا تكترونهم شراء النكهات يتغوى على مدى القلاس نقسم نقسم لديك المعلقة يقولون ان القلاس يكون لدينا المرورة لدينا المنكهة و لا يوجد الشرط ان يجعلون نفس النكهات لدينا المنكهة و لا يجعلون حسب الالتطاعة و حاولت نعطيك أيضا مرورة لدينا المنكهة مرورة و اروع نحن الالتطاعة هكذا نقم أيضا لدينا المنكهة وتعمل جميع الجميع فقط نحن بقذة شوكولاتة و استخدمه وأديره و في المنكهة و هكذا امرار يمكن أن اخذ في العشاة بوضع على الوز قاعدة هذا شيء ليس ضروري نفسه انا اعطيتكم بعض القلاس وانتو منو اعفو انك هات بشرط انكم لا تكتروش انك هات صيناعية اره ما كان كتروهوش نهائيا واللي كترتو تعرف ان القلاس غيجي هامر ودك انك ها غالي عا لما ضاق القلاس ها هو القلاس اللوز عندي وانجد نضيف خطوط هكا من البخالين لذيك نفرزهم و هكا تزين اللي هو خفيف نضيف خطوطات و نضيف بواطيا و ندخلها لالكونجلاتور وهذا ديال لعدين جواع لکونبوهوهو و اعطيتكم مناكهات لك تلقوم في المحلات الكبار يعني فالالغلاس اللي يتبع بالتمن انا سنتعلم خثيرات اما انكم قيدلوا كاكاو بشرط يكون كاكاو نوعية جيدة في مدقة شوكولته كاكاو لنفاتح و يكون مضاق شوكولة يمكن أن نضيف شوكولة أو نضيف شوكولة قاناش 100 جرام شوكولة 100 جرام شوكولة و تنضيف شوكولة و تناول المكونات و تناول الأمر المكونات لنضيف شوكولة الغير من 15 درهم و تنضيف المكونات متواصلين للصوصيلا هذا لا يمكنك كمية بطراس الاقتصاد لأن يكون الماء ما نستطيع التدري في الماء لا يريد شوكولات ممكن ان يكون بالكاكاو اختلاف في المدعق النكهة الاخيرة فكرتوني تقدروا نكهة الفخيز ممكن تطيروا النكهة اللي بغيته و تنصموا بهم ماشي مشكل غير كيف قلت لكم و كنعود نقولها ركزوا لي على النكهة مخصوم شي يكون مكتر هنا سوف ندير النكهة البيستاش إلا ردته معي راس معلقة لا تتبعوا اللون تقولوا بغيت اللون يبان و تبقوا تزيدوا في النكهة بغيته اللون تقدروا تزيدوا الملونات و لكن لا نكتروا نكهة لكي اعطني اللون النكهة في المدق مشاهد و تتعطني مرورية غير كبير هنا انا باش نعطي المدق البيستاش عندي البطا بيستاش هاتش كله ركز نصوتوا معكم اللي تعقلوا هو البخالين اللوز و نوازت نصوتوا معكم غير كبير المهم كان عندي في تلاجة قدرت واحد تجمع القديل البطا بيستاش خلطها مع الكريمة حتى تطلقت قدرت نزيدها على الباقي الكريمة مع ذاك شوية لنكهة بغيتوا تدروا غير نكهة بوحدة دروا غير كبير اعود ثاني هاتش ممكن تزيدوا اليوم ممكن تزيدوا سنيكراس مقطع ممكن تزيدوا لبسكوين اللوتيس ممكن تأخذوا زبدات اللوتيس و تزيدوها مع البسكوين مطحون او بسكوين مهرمش يعني كنحاول نعطيكم افكار يعني تقدروا تنوعوا بهم انا قلت لكم خدمت بدك شديد عندي فتر انتوما خدمت انتوما باللي قدرتوا عليها و باللي عندكم ولا حسب الرغبة تلكم سوف نحتاج هنا من بعد ما يجمد لي القلاس انا را خليتوا لي لكاملة اه حتاج مزيان هو وخاتي يجمد كيكتلكم حتجتني واحد السؤال على ما عارض كوني قتلية يجيها القلاس محجر القلاس محجره غير من المكونات هم اللي يتخليوا القلاس يتحجر و هم اللي يتخليوا القلاس يتلج اما اللي خدمتي بطريقة صحيحة يلتحيل يتحجر لي و يلتحيل يتلج و هانتو ما شوفوا القاوام جلو وجمد كريمي حتينا لقيتوه تقلي كتر من القياس تتخليوا داقيقة فوق من هكا على برة كي بداية الترخف نحتاج الكويغة و ندير واحد الكاس فيه الماء باش كنبقى نشلل باش كنعود نهز بول اخرى و انا اللي بغيت نوريكم في هذا الشي كامل هو ركزولي على القلاس كيف تدير شوفوا القاوام جلو شوفوا كيفش معلك شوفوا كيفش يعني أعطي واحد واحد القاوام رائع 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 و في التزيين هذا هاي تزيين اختياري من طبيعة الحال اللي بغيتو تقدموه بطريقة لي يزوينو واحد شوية شانتي كي يكون عندكم كتطلعوها و كتديروها من الفوق شوية شانتي مع شوية كراميل و لصوص شوكولا و الحاجة اللي بتعجبني شخصيا معلي قلاس ضروري يكون عندي اللوز محمر و ملح و كنهرمشوه اللوز محمر و ملح يعطي مدى قزويين مع القلاس يعني حتى كنبغي نقدموه و كنزيد هذا اللوز باش يبقى لي مقرمش كيعطي مدى قزويين مع القلاس تقدروا حتى تعمروا الكيسان وترجعوه من الكونجلاتور مثلا حتى الوقت التقديم و كتخرجوه بلان خصوصا خليوا الكيسان في الكونجلاتور حتى تبغوا تقدموه و خرجوه و دعوا لهم متزلين ماشي مشكل المهم ارى قلاس واعر و يستحق التجرب و ارى الناس اللي دقوا عندي غير اطلع لكم الخبار في كومانتاغ من ارواع انواع القلاس اللي ستجربوا لحياتكم كاملة خطير و واعر لا في القوام ديالو ولا حتى المدى قات باش خدمت حويجات اللي هم بنا حويجات اللي هم صاخمين و كما كان الحالكي تقام اقتصادي اللي كناخده بره و تخرج كيميه لي كبيره و كتحصوا براسكم كتاكلوا خيم غلاسي اللي يبنينا ماشي كتاكلوا غير تلج و شانتي بوحده و كانت هذي وصفتي لكم اليوم حاولت نعطيكم غلاس بالمحصينات اللي كيخدموا بهم على بره و تقدروا تستغلهم و تخدموا بهم غلاس غير في الدار و بطريقة ديال الدار و كي يجي ولا اروح كانت من تجربوه و تردو علي الخبار و نقول لكم خليتكم على خير نشوفكم من بعد ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة